اللهم إِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنَّهِ اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول من جاهه مقبول ومحبه موصول المكرم بالصدق في الخروج والدخول صلاة تشفي من الأسقام والنحول والأمراض والذبول وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول صلاة تشمل آل بيت الرسول والأسواج والأصحاب وتعم الجميع بالقبول وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبرقنك الذي لا يرام اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة هذا الفضل والمنة اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عما سواك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا واقضي حوائجنا وفرج كروبنا واقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عنا سوء المحن ما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعطق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظ مجاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وطفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائد جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول من جاهه مقبول ومحبه موصول المكرم بالصدق في الخروج والدخول صلاة تشفي من الأسقام والنحول والأمراض والذبول وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول صلاة تشمل آل بيت الرسول والأسواج والأصحاب وتعم الجميع بالقبول وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة هذا الفضل والمنة اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عما سواك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم اكرم نزلهم ووزع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقضي حوائجنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وفرجهم منا واصرف عنا سوء المحن ما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعطق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم جعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظ مجاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبي وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول من جاهه مقبول ومحبه موصول المكرم بالصدق في الخروج والدخول صلاة تشفي من الأسقام والنحول والأمراض والذبول وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول صلاة تشمل آل بيت الرسول والأسواج والأصحاب وتعم الجميع بالقبول وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا فاغفر لنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة هذا الفضل والمنة اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عما سواك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا واقضي حوائجنا وفرج كروبنا واقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عنا سوء المحن ما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعطق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظم جاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول من جاهه مقبول ومحبه موصول المكرم بالصدق في الخروج والدخول صلاة تشفي من الأسقام والنحول والأمراض والذبول وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول صلاة تشمل آل بيت الرسول والأسواج والأصحاب وتعم الجميع بالقبول صلاة تشفي من قبول 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 فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة هذا الفضل والمنة اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات اللهم يا فال جلهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عما سواك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإنافنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقض حوائجنا وفرج قروبنا وقض ديوننا وفرج همومنا واصرف عنا سوء المحن ما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعطق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم اعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظ مجاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول من جاهه مقبول ومحبه موصول المكرم بالصدق في الخروج والدخول صلاة تشفي من الأسقام والنحول والأمراض والذبول وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول صلاة تشمل آل بيت الرسول والأسواج والأصحاب وتعم الجميع بالقبول وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد أن تقيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقصم لنا من خشيتك ما تحون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا باذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنان وبركنك الذي لا يران اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة هذا الفضل والمنة اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عما سواك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل كبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقضي حوائجنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عنا سوء المحن ما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعطق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظ مجاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول من جاهه مقبول ومحبه موصول المكرم بالصدق في الخروج والدخول صلاة تشفي من الأسقام والنحول والأمراض والذبول وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول صلاة تشمل آل بيت الرسول والأسواج والأصحاب وتعم الجميع بالقبول وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة ذا الفضل والمنة اللهم كن لإخواننا المصطبعفين في كل مكان اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممال اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عما سواك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأسواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقض حوائجنا وفرج كروبنا وقض ديوننا وفرج همومنا واصرف عنا سوء المحن ما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعطق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظ مجاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائد جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين